بعد كلام الرئيسي مبارح لقيت النهاردة المحافظات بدأت تشتغل إزالات وكل بدأت يشتغل إزالات طيب هو الناس كانت سكتة مش مخالف مخالف كان لازم الرئيسي تكلم هنبدأ النهاردة نلاقي حملات حاجة كويسة مش وحشة مش زعلانة يعني ولكن لازم كل حاجة ايه يا جماعة اعملوا يا جماعة اشتغلوا يا جماعة اعملوا إزالات الحاجات المخالفة النيل النهر النيل الواخدين بيردموا او اللي بانين يعني اعملوا الكلام بدأ النهاردة حملات اشتغلت النهاردة في عدة محافظات نتكلم إسكندريا نتكلم مطروحة إزالات بتتم لي الأماكن المخالفة واتخاذ إجراءات فورية طبعا قانونية ضد المخالفين او مبنى قدامك او سكندريا تقريبا المنتزة حي المنتزة النهاردة رئيسة حي المنتزة قادت هذه الحملة النهاردة صباحا وبدأت تشيل وتعمل إزالات جابا حاكم بتشوفوا ايضا لواء خالد شعيب مطروح النهاردة ايضا إزالات عدد كبير محافظات كل محافظات النهاردة بص تقريبا خمسة وعشرين او اربعة وعشرين محافظة النهاردة من السبعة وعشرين عملوا بدأوا يعملوا تنفيذ إزالات والنهاردة كمان دكتور محمد عبدالعاط وزير مورد مائي والرأي كان عمل اجتماعا مع قيادات وزارة الرأي النهاردة وكان ليه يعني يعني الكلام محدد اللي هي الإزالة الفورية للتعديات على مجرى نهر النيل والمجار المائية وانه يتم التنسيق مع الأجهزة والمحافظات المعنية وبيستعدوا حاليا للأسبوع الرابع أسبوع القاهرة الرابع للمياه وهيكون فيه مشاركة كبيرة جدا دولية وإقليمية على أعلى مستوى استعرض وزير الرأي تكلفات سيد رئيس مبارح بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل قدامنا مطروحة أهوزة بولا حضراتكو أيضا إزالات بالتم النهاردة واتكلم وزير الرأي على رفع درجة السعداد والجاهزية مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات لتنفيذ موجات كبرى وزير الرأي قال كده موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويحالة المخالفين للنيابة العسكرية أكد الدكتور محمد عبد العاطي أن وزارة موارد المائية عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تساول له نفسه بالتعدي على نهر النيل وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول نيل بلا تعديات ده شعار وزارة الرأي إيه؟ نيل بلا تعديات نهر النيل مع لهوش تعديات قال لك هنوصل لهذا الهدف ليبقاش عندنا أي تعدي على نهر النيل أو المجاري المائية أجهزة الوزارة بتعمل على مدار الساعة وحتى في الأجهزات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أي أن كان حجمها أو مرتكبها بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة تشغيل منظومة المائية وحماية أملاك الدولة الدكتور عبد العاطي أكد أنه تم إطلاق حملة قومية لحماية النهر بتاريخ 5 مايو آسف 5 يناير 15 تحت رعاية السيد الرئيس لحد من تشار التعديات على مجرى النهر أصفلت جهود الوزارة بالتعامل من أجهزة المختلفة عن إزالة أكثر من 64 ألف حال التعدي وده اللي أهلنا مبارح المهندس محمد غانم متحدث باسم وزارة الرئيس مبارح في المداخلة اللي هو الرقم ده الـ 64 ألف حال التعدي على جوانب مجرى النهر وتمثلت في مباني سكنية أعمال ردم تلوس وغيره شدد مصلة التصدي للمخالفات بكل حسم بكافة واتخاذ إجراءات القانونية وأيضا ضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الإحتاجات المالية اللازمة ده جانب من أيضا توجهات وزير الرئيس خلال اجتماعه النهاردة مع كبار المسؤولين في وزارة الرئيس تعرض مشروع القوم لتأهيل الترع وجه مواصل بازل الجهد واستمرار الرقابة على كافة الأعمال مراعاة كافة الاشتراكات المعير الفنية توجيب الإسرع في تنفيذ أعمال تأهيل مساقي بمختلف المحافظات وتطوير الشام المنظومة المائية التي تقوم بها وزارة الرئيس وهنا زي ما أكدنا مبارح وأكد مرة تانية لأنه كمان سيد وزير الزراعة وزير السيد القصير النهاردة كمان تكلم على التعديات ومجل التعديات ومنع أيضا أي تعديات على أراضي الزراعية تاني بقول الرسالة اللي قلتها مبارح وأكد عليها لكل القايمين على تنفيذ الإجراءات لإزالة المباني أو المخالفات بالمعنى الدقيق بنراعي زي ما احنا قبل كده عملنا إجراءات وإزالات وقلنا قبل ما كان بيحصل إزالات لأي حاجة بنشوف الناس يعني تاني بتكلم على الدور الاجتماعي والمجتمعي للدولة المصرية إنه لو مواطن ناس مخالفة نتكلم على آلاف الحالات التعديات نتكلم على آلاف الحالات التعديات طيب المواطن النهاردة اللي أنا تأكدتهو إنه المواطن ده مخالف بتعمل حضرتك إجراءاتك بالكامل هل المواطن ده هتروح له فيقولك والله يا بيه أنا ما عندي غير البيت ده أجيس الدولة عندها المعلومات عن الناس كلها اللي عنده بيت واللي عنده تنين واللي عنده اربعة قل ما عندوش يعني أجيس الدولة عندها النهاردة قادت معلومات عندها مين عنده ومين ما عندوش عندك بيتين موجودين تلاتة موجودين ما عندكش خالص موجود فإنما يجي يقولك حضرتك البيت ده والله ما عندي غيره أنت هتتأكد عنده أو ما عندوش طيب هو ما عندوش بيت ومخالف كلمت مبارح وبتكلم النهاردة عشان نبقى الحكاية ايه واضحة هنعمل ايه نتعامل ازاي